هنعمل النهاردة كيكة فانيلا بس مختلفة ونزيزة قوي قوي اللي مختلف فيها او مدها طعم مختلف شوية وطعم حلو قوي هو التوبنج اللي بره او السوس اللي بره بتاع الكراميل وجوز الهند انما الكيكة من جوه هي مقدار كيكة هادي خلص نقدر نعمل المقدار اللي احنا نحبه اول حاجة هحطكه عشان نعمل السوس الكراميل يعني هحط كباية سكر على النار ومش هقلبها غلما تبتدي تسيح شوية بعد كده لما هنحس ان في لون بني كده بطا يظهر فيها هقلب بقى المعلاقة شوية بشوية لحد لما الكتر كلها تختفي اول ما تختفي هزود عليها كباية لربع ماء الكباية لربع ماء من الحنفية عادي مش سقعة ولا سخنة ولا حاجة هنحس انها تكتلت كده الكراميل في النص افضل بقى أقلب كده بستهد النار على الاخر عشان ما يتحرقش لحد لما القطعة الصغيرة دي تبدأ تختفي او تدوب كلها يبقى كده تمام هجيب القلب بتاعي بقى وهنزل في الكرامل ده وهحاول اوزه على كل الجوانب بتاعت الصنين على قد مقدار يعني هو اصلا بينزل يعني مش هيتبقى حاجات بسيطة قوى على الجوانب والحواف بتاعت القلب بعد كده عشان نعمل الكيكا هو ده مقدار كيك فانيليا عادي خالص انت تقدروا تعملوا المقدار اللي انتو بتحبوه المقدار ده هو 3 بيضات ومعهم فانيليا ونص كباية سكر هنضربهم بالمضرب اللي بالكهرباء كويس او بالمضرب اليادوي برضو عادي بس هيحتاج ضرب شوية حد ما السكر يدوب والمقدار يفتح بالشكل ده كده هزود عليه نص كباية زيت وهضرب بالمضرب كمان لحد ما نحس ان القوان شوية تقل بعد كده هزود كباية لبن كباية لبن عادي يعني بدرجة حرارة المطبخ مش سقعة ولا سخنة ولا حاجة وهضرب بقى ضربتين كده وخلاص كده تمام هشيل بقى المضرب اللي بالكهرباء خالص وبعد كده بقى هزود كيس بيكينج بودا على كوبايتين ونص دقيق انا نخلاهم وبعد كده بقى هزود الديق شوية بشوية على الخليط السيل ده وهضرب بالمضرب اليادوي او باي معلقة السلكون او معلقة عاديا هنضرب بقى كده حد ما نوصل لقوام الكيك اللي احنا متعودين عليه بنفس الشكل ده كده الكيك نفسه بقى فوقيه وطبعا الكرامل المسك في الصينية خالص يعني ما عادش السايح ولا حاجة هنحط بقى الجوز الهند وفوقيها الكيك على طول مقدار الكيك على طول في الوقت ده كده انا هسخن الفرن على درجة حرار 180 هحط الصينية دي جوه صينية فيها مياه انا نسيت اصور لكم اللقطتي بس طبعا نازم تستوه في صينية يعني تكون برا كده صينية وفيها مياه سخنة دخلتها الفرن وخرجت قاعدت تقريبا من 40 ل 45 دقيقة حسب الحرار بتاعت الفرن وحسب من حيث انها استود بمجرد ما هتخرج من الفرن هنقلبها على طول نحاول ما نسيبها شوى لأي وقت علشان الكرامل اللي هو سايح دلوقتي ونخرج الصينية بسهولة ان لو سبناه هيجمد تاني وهنا اتطار بقى نحطها في صينية تانية فيها مياه سخنة تاني علشان نحاول نخرجها هي كده اتقلبت تمام طعم الصوص الكرامل مع جوز الهند حلو جدا جدا مخلي الكيكة يعني في ناحية تانية خالص طعمها عرغم انها كيكة فانيلي عادية خلص ما فيش فيها حاجة مختلفة بس الطوبينج اللي برا دامت ديها طعم حلو جدا جدا تقدر اصلا تعملوه على اي مقدار كيك بتحبوه كيك جوز هند كيك فانيليا على فكرة كمان لو كيك شكواتها هيبقى حلو جدا عايز اخد جربوه تقول لي رأييكم في ايه